كم لتفاصيل الحصادة تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء اجتماعا طرئا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة وستسمع خلاله إلى إفادات العديد من كبار المسؤولين الأمميين كما تهدف الدورة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وإرسال مساعدة إنسانية عاجلة لسكان القطاع متابعة في الموضوع لمصطفى تونس سيلتق الأعضاء الـ 193 للجمعية العامة المنظمة الأمم المتحدة صباح الأربعاء في نيويورك في دورة طارئة مخصصة للوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيما قطاع غزة اندماما للمبادرة الجزائرية وبناء أيضا على طلب من المجموعة العربية وتتعالى الأصوات مطالبة بانكيمون إعلان غزة منطقة منكوبة واسمح بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسكان المتضررين وسط دعوات بتشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بغزة والإطلاع على حجم التدمير المنهجي والمنظم لآلة الحرب الإسرائيلية واستهداف المدنيين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويأتي هذا الاجتماع مع دخول هدنة 72 ساعة حيز التنفيذ بعد شهر دامن من العدوان الصهيوني خلف ميازيد 1900 شهيد وجرح ما يزيد عن 9500 شخصا فيما ثاق عدد النازحين داخل غزة حوالي 400 ألف شخص ومن جهة أخرى دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنازل وقضى على اقتصاد يعاني من الحصار المفروض على هذه المنطقة الفلسطينية منذ سبع سنوات إذن لم يكن من السهل على الجزائر أن تجسد المبادرة العربية التي أطلقتها وتتمكن من خلال جهودها دبلوماسية من إقناعي الدول بعقد دورة طارئة لجمعية العامة للأمم المتحدة منا مالك جهود الجزائر لوقف العدوان الصهيونية على قطاع غزة وتقدمها باستدعاء دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض الوقوف الفور والعاجل للعدوان الإسرائيلي على غزة في أقل من أسبوع لقد فيها دعم المجتمع الدولي هذه المبادرة لقيت ترحابا ولقيت آذان صاغية أولا لدى الضائرة الأولى التي هي الدول العربية والإسلامية التي هي معنية أكثر من غيرها بما يجدر الآن في غزة وبهذا العدوان ثم أن هذه المبادرة تمت المصادقة عليها أو قبولها من طرف المجموعات الأخرى مبادرة الرئيس بوتفليقة قبلتها تحركات دبلوماسية محنكة أثبتت في العديد من المرات جدارتها على التجاوب مع مختلف القضايا الدولية والإقليمية الطارئة رغم الصعوبات والعرق التي تواجهها ميدانيا نحن مستمرون على هذا المصار وعلاقاتنا علاقات إيجابية مع مختلف المجموحات مع مختلف الدول في مختلف القارات وهذا ظرف قصير جدا منذ المبادرة أطلقت منذ أقل من أسبوع مساع الجزائر جاءت في ظل غياب مبادرات عربية جدية لإنهاء المجازر الصهيونية على غرار مبادرتين مصر وقطر التي لم تلقيا ترخابا دوليا قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أنه سيتم الأربعاء للساعة العشر صباحا بمقار الأمم المتحدة بنيويورك عقد الاجتماع الطارئ للجمعية العامة لتجسيد المبادرة التي دعا إليها رئيس بوتفليقة وفرض الوقف الفوري والعاجل للعضوان الإسرائيلي على غزة منا مالك رصدت تالي تم الاتفاق على دعوة هذه الجمعية واستدعاء هذه الجمعية العامة العاجلة ليوم غد في نيويورك إذن مبادرة الجزائر مبادرة الجزائر ستجسد غدا وستعقد الجمعية العامة الأمم المتحدة دورتها الاستعجالية هذه بطلب من الجزائر وبمشاركة لكل المجموعات الجوية إذن لمختلف الحواصم في العالم تقريب كل صفراء أو ممثلون دائمون للدول لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك سيحضرون هذه الجمعية التي ستفتتح غدا على الساعة العاشرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا وقال عبد العزيز شريف الناطق بيس ميزات الشؤون الخارجية أن الجلسة الافتتاحية ستشهد وقول حضور الأمين العام للأمم المتحدة وكذا مسؤولين سامين ستشهد الجلسة الافتتاحية تدخل السيد الأمين العام للأمم المتحدة وكذا مسؤولين سامين الأمم المتحدة من بينهم المحافظ السامين للاجئين والسيدة بيلي وهم من المسؤولين السامين في الأمم المتحدة دخل إذن وقف إطلاق النار من الفصيلة الفلسطينية والكيانة الصهيوني برعاية مصرية حيز التنفيذ في الساعة الثامنة من صباح الثلاثة بالتوقيت المحلي لقطاع غزة لمدة 72 ساعة حيث أعلن جيش الكيان الصهيوني أنه لا وجود لأي جندي تابع له في غزة هدنة قد تؤدي لوقف العدوان على غزة المزيد في تقرير كاريم علي لوشا هي اللحظات الأولى لانسحاب قوات الكيان الصهيوني من قطاع غزة بعدما عاثوا فيها فسادا وقتلا وتدميرا حيث أعلن جيش الاحتلال أن قواته انسحبت بأكملها من قطاع غزة صباح الثلاثاء وذلك بعد دخول تهدئة تم الاتفاق عليها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والصهاينة برعاية مصر حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة في وقت أعلن فيه جيش الكيان الصهيوني انسحابه إلى خطوط دفاعية خارج حدود القطاع وفقا للمقترح المصري وقبل دقائق من تنفيذ اتفاق التهدئة تعرضت مناطق مختلفة من قطاع غزة لغارات شنها الطيران الحربي على منازل المدنيين الفلسطينيين وهو ما أدى إلى تدميرها تدميرا كاملا فسائل المقاومة الفلسطينية ردت على أدوان الكيان الصهيوني الذي طال القطاع قبيل بدء وقف إطلاق النار بإطلاق العديد من السواريخ والقذائف على المستوطنات والأراضي المحتلة في موقف أكدت استعدادها لأي عدوان صهيوني جديد ومن المتوقع أن يتوجه وفد من الاحتلال الإسرائيلي إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات حول التوصل إلى هدنة دائمة وفق ما ذكرته للأناظول المتحدثة باسم وزارة خارجية الكيان الصهيوني هدنة ستكون بمثابة انتصار لغزة والمقاومة الفلسطينية في حرب أظهرت للعالم مدهب شاعة هماجية النازيين الجدد اليهود الصهاينة ومع سحب جيش الكيان الصهيوني جمع جنوده من قطاع غزة بعد ثلاثين يوما من العدوان خلف وراءه بآسي ودمارا لم يسبقا تاريخ الحروب الصهيونية في حق المدنيين الفلسطينيين حيث تجاوزت حصيلة قتل الحرب إلى ألف وثمانمائة وستين شهيدا جلهم أطفال ونساء المزيد في تقرير كريم علي نوش قبل ثلاثين يوما وتحديدا في مساء يوم السابع جوليا بدأ الكيان الصهيوني عدوانه على غزة جوا بالطائرات الحربية من خلال سلسلة غارات أدت إلى استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين تحت مسمى الجرف الصامد آلة الحرب الصهيونية قتلت خلال ثلاثين يوما أزيد من ألف وثمانمائة وسبع وستين فلسطينيا بينهم أربعمائة وست وعشرين طفلا ومئتين وخمس واربعين امرأة وتسعة وسبعون مسنا فيما بلغ عدد الجرحة تسعة آلاف وخمسمائة وثلاث وستين منهم ألفين وثمانمائة وسبعة وسبعون طفلا وألف وثمانمائة وثلاث وخمسون مرأة وثلاثمائة واربع وسبعون مسنا وفق ما أعلنته وزارة السحة في غزة مؤكدة بأن العدد سيرتفع بعد انتشال الجثث من المناطق الحدودية كما تسببت حمام القنابل من الجو والبحر والبر على قطاع غزة في دمير العشرات من المدارس ودور العبادة بالإضافة إلى إزالة 5238 وحدة سكنية وتضرر 3050 وحدة سكنية أخرى بشكل جزئي منها 4374 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن جئنا نفقدها لقنا ضمار شامل من محلات من بيوت ولا حاجة ضايل السلم السلمان منهم ولا حاجة فيش ولا اشي يعني المحلات الغنم البيوت من فوق كله قدايف عشواء عنواله مش ضايل ولا حاجة في أي منطقة إلا خطينا وفقا لإحصائية أصدرها المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في غزة فإن عدد النازحين وصل إلى 475 ألف نازح فلسطيني بينما قالت إحصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عدد النازحين يصل إلى نصف مليون شخص فروا من أماكن القصف إلى أماكن مجاورة أكثر أمانا نسبيا دبت الحركة في قطع غزة مع انسحاب جيش الكيان الصهيوني هدنة اكتشف فيها الفلسطينيون هولى الدمار الذي لحق بممتلكاتهم جراء عنصرية الصهاين واستخفافهم بالروح البشرية وحقدهم الدفين ضد العرب والمسلمين لم تتوقع عائلة أبو زيد في يوم من الأيام أن يستهدف بيتها المدني بطائرة الاحتلال ليصبح جهد ثلاثين عاما يندتل تحت ركام بيتهم المكون من خمسة طوابق حال هذه العائلة التي تسكن في بيت حنون شمال قطاع غزة هو حال الألاف من الأصلى التي فقدت بيوتها في هذا العدوان الهمجي مرسلنا في قطاع غزة شعيب يوسف أرسلتها لي بكلمات من الألم والحصرة عبرت أم زيد الزعانين عن حالها بعد أن عادت إلى منزلها المدمر في بلدة بيت حنون شمال غزة أم زيد اضطرت للنزوح من منزلها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على بلدتها لتعود إليه وتبحث عما تبقى من ذكريات السنين التي دفنت تحت الأنقاض فأبو زيد وأم زيد بالرغم من قصف منزلهم وفقدانهم لتعب السنين إلا أنهما يسران على البقاء والصمود فرسالتهم إلى العالم وأصحاب الضمائر الحية بالوقوف مع العدل ووقف العدوان نحن نتناشر العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الحر والدول الأوروبية والدول الأجنبية وأمريكا بأخص فرنسا والصين وروسا كل العالم يتدخل ويرفع عنها الحصر ويرفع عنها الظلم اللي نحن فيه تهدئة لمدة ثلاثة أيام كشفت حجم الخراب والدمار في بيوت الفلسطينيين في غزة وسط آمال بدرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة شعبي يوسف قناة النهار من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة فتح رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق عبدالعزيز بالخدم النهر على بعض الأنظمة المتواطئة مع الكيان الصحوني عبدالعزيز بالخدم وبعيدا عن قبعة وزير مستشار لدى الرئيس متفلقة انتقذ بعض القادة العرب في إشارة لمصر دون أن يسميها أين وصف الموقف المصري بالمتخاذل والذي لميت لشيمة العرب المخزي هو موقف بعض القادة العرب المحابي للموقف الأمريكي الفرنسي البريطاني الصهيوني والابتعاد عن نصرة صاحبه فما دام هؤلاء لا يستحون بدعمهم للكيان الصهيوني كيف يستحي العرب والمسلمون من دعمهم لفلسطين هذا ما يحشمش يقول لك أنا مع الكيان الصهيوني علش أنا نحشم بأن نقول الخويا أنا معاك من حق الدم ومن حق العرق ومن حق الدين ومن حق الجوار فكيف بالجار وكيف بالأخ أن يبقى موقفه غامضا أو متواطئا تحت طائل دعم الإرهاب وفي ذات السياق اعتبر عبد العزيز بالخادم أن عودة الجزاء للصحة الدبلوماسية يبدو أنها أقلقت بعض العواصم العربية أين تحدث بالخادم عن ما أسمى تحركات الجزائرية الماراتونية التي قامت بها الجزائر على كل المسويات لإيقاف العدوان على غزة والتي كان يشرف عليها رئيس متفلقة شخصيا صار الانتشار الدبلوماسي الجزائري يقلق بعض الأنظمة العربية لأن عاد صوت الجزائر إلى المحافل الدولية دفاعا عن القضايا العادلة الآن عن الجامعة العربية أنا قلتها وما زلت أكرر هذه القناعة أن الجامعة لم تعد جامعة كانت جامعة عندما كانت تضم كل العرب من أجل دفاعا عن قضايا العرب لكن عندما صار قرار بعض العرب في يد غيرهم لم تعد الجامعة جامعة كما تسمى ثم لم تعد عربية وأمام حجم المجزر وحرب الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني لم يتمالك عبد العزيز بالخادم دموعه هو يتحدث عن من خان القضية الفلسطينية وباع شرف الأمة بالدولار وهنا تأتي مساءلة الأجيال القادمة لحكام العرب والمسلمين ماذا فعلتم ولماذا فردتم لأننا نخشى أن يأتي يوم يمر فيه أبناؤنا وأحفادنا على قبورنا ليلعنونا لأننا لم نقل كلمة حق عند حكم جائر نقول لهم صبرا على غزة لأنكم عزت العرب والمسلمين في مقاومة المحتل الصحيوني أنتم فقرنا ولا نملك إلا أن نقف إلى جانبكم بكل ما أوتينا من إمكانات ومن قدرات هذا وترى الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر بأنها الدولة القادرة على قيادة القاطرة الأفريقية خاصة أن الجزائر أصبح تولي اهتمام العديد من الدول الغربية بسبب الحكم التي تتمتع بها في إدارة الأمور وفي مقدمتها الأمنية التي حافظت بها على استقرارها متابعة في الموضوع لهشام شريف أخذ الملف الأمني حيزا كبيرا في أجدات مباحثات قمة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن مناطق كبيرة بالقارة السمراء تعاني من خطر الجماعات الإرهابية المستفحلة بما فيها الصراعات الإثنية والعرقية إلى جانب مشاكل التنمية الاجتماعية التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية بالنسبة لمشاركة الجزائر في هذه القمة تعتبر مشاركة تاريخية مشاركة مهمة وأساسية على اعتبار أن الجزائر الآن أصبحت فعلا شريك إفريقي أصبحت دولة تتكلم باسم المجموعة الإفريقية شريك له مصدقية ولها رؤية وتصور والآن نعتبر أن هذه المشاركة نجاح كبير جدا للدبلوماسية الجزائرية قمة الولايات المتحدة الأمريكية إفريقية تعد مبادرة أولى من نوعها أرادت بها واشنطن استرجاع قوتها ومواجهة المدى الصينية الفرنسي بإفريقيا وتشارك الجزائر في هذه القمة ممثلة بالوزير الأول عبد مالك سلال مرفوقا بوفد وزاري هام ولاية المتحدة الأمريكية تبحث عن مخرج بهذه الأزمة السياسية الأزمة الأمنية التي سوف تؤثر بالطبع على تزويد أوروبا وتزويد المولايات المتحدة الأمريكية بالطاقة والفعز وبالرغم من القلق الذي ينتاب الولايات المتحدة الأمريكية مما تسببه الجماعات الإرهابية من زعزات الاستقرار في إفريقيا تعاول واشنطن على الدور الجزائري في مكافحة الإرهاب بالمنطقة نفى وزير الخارجية المصرية سامح شكري وجود مخطط لبلاده والجزائر للتدخل عسكريا في ليبيا ولكنه أكد وجود تعاون أمني بين دول الجوار نفيا أي أمكانية لحصول توطر في العلاقات بين القاهرة وتونس وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بعد لقاء خصصه لبحث قضية تدفق المصريين من ليبيا إلى الحدود التونسية هربا من القتال الدائر بذلك البلد إنما وصفها بمحاولة إثارة الفتنة بين تونس ومصر لن تنجح مضيفا أن العلاقات الثنائية عميقة لن تتأثر بمحاولة الإثرار بها هذا وانتخب اليوم نواب البرلمان الليبي في جلسة رسمية جرت أشغلها في مدينة طبرق المستشار صالحيسة رئيسا جديدا للمؤتمر الوطني العام في حين قاطع الطيار الإسلامي بقيادة نوري أبو سهمين الجلسة الافتتاحية معتبرا إياها غير دستورية ولا يسند إلى أي شرعية قانونية وللتحف في جلسة رسمية للبرلمان الليبي الجديد المنبثق عن انتخابات الخامس والعشرين من جوان الفارط والذي جرت أشغاله في مدينة طبرق انتخب النواب المستشار عقيل صالحيسة رئيسا للمؤتمر الوطني العام بعد حصوله في جولة الإعادة على 77 صوتا من إجمال 158 نائبا حضروا جلسة التصويت التيار الإسلامي بقيادة نوري أبو سهمين الرئيس السابق للبرلمان قاطع الجلسة الافتتاحية للبرلمان الليبي بحجة غير دستوريته في حين يرى نواب البرلمان الجديد الذين أدوا اليمين دستورية أن العقادة البرلمان جرى بصفة قانونية وتواصل اليوم الثلاثة تصويت أعضاء مجلس النواب لاختيار نائبي رئيس البرلمان الأول والثاني في خطوة توحي بانفراج قد يحدث في المشهد الليبي وإرادة لترتيب البيت الداخلي وخلال حفل تسلم السلطة في الجلسة الأولى للبرلمان طالب النواب من الأطراف المتقاتلة الجلوس على طاولة الحوار لكن في حال لم يتحقق هذا الأمر فإن الورقة الأخيرة ستكون في يد مجلس الأمن لوضع قرارات عاجلة وبينما ساعد توصل لحل سياسي والمعارك الجارية في طرابلس بنغازي يتطلع المواطن الليبي إلى تغيير الوضع القائم منذ أشهر في البلاد حتى وإن تحول هذا إلى حلم بالنسبة للليبيين في ظل التحكم الميليشيات المسلحة في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بعد إعلان فرنسا أنها ترحب باستقبال اللاجئين العراقيين على أراضيها يتقدم وزير الداخلية الفرنسي برنر كازنوف بمشروع جديد يهدف لحصن استقبال المهاجرين واللاجئين في ظل الانتقادات التي وجهت للحكومة خصوصا عن الموقف السياسي التي دعمت فيها الكيان الصهيوني في حربه على غزة هدفة أنها في ظل الانتقاد الذي يطالو الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي فرنس وهولند من جميع النواحي بالإضافة إلى القرارات العنصرية التي يوقعها اليمين المتطرف بين الحين والآخر تقدم وزير الداخلية بيرنر كازنوف بمشروع هجرة جديد يهدف إلى حصن استقبال المهاجرين ودمجهم في المجتمع الفرنسي ودعا الوزير أن تبقى فرنسا بلد الهجرة واللجوء معتبرا أن الدول المنغلقة على نفسها محكومة بالتراجع وقد حمل المشروع تعديلات جديدة بشأن اللجوء ويهدف القانون الجديد إلى تقليص مدة الانتظار عند تقديم طالبات اللجوء إلى تسعة أشهر أما فيما يخص سياسة الادماج فسيقدم لطالبي الهجرة بطاقة إقامة سنوية تجدد لعامين ولأربع سنوات بالإضافة إلى تسهيل الهجرة للمواهب والكوادر الأجنبية من تقديم مناصب عمل وسكن وإغراءات أخرى وما إن أعلن عن تقديمي المشروع تعالت صوت واليمين المتطرف بإلغاء واعتبرت أن توقيته غير مناسب باعتبار أن معظم الفرنسيين في عطلة في شهر أوت واعتبر الحزب اليميني الحكومة أنها متساهلة في التعامل مع المهاجرين وهذا ما سيساهم في تدهور فرنسا وبين هذا وذاك يبقى دخول المشروع حيز تطبيق وحده من سيحدد إن كان يخدم المهاجرين أم لا الأخبار والدولية متواصلة مع والد زحافة أعلنت منظمة الأفاة أربعين طفلاً مثل الهجمات المسلحة التي يشنها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على مدينة صنجار الواقع شمال غربي العراق وحسب بيان للمنظمة فإن هؤلاء الأطفال توفوا نتيجة لأعمال العنف والتهجير والجفاف خلال اليومين الماضيين كما أن العائلات التي فارت من المنطقة بحاجة إلى مساعدات عجلة لوجود أكثر من 25 ألف طفل بينها عالقين حالياً في المناطق الجبلية إلى لبنان أين قتل جنديان في اجتباكات عنيفة بين وحدات الجيش اللبناني وجماعة مسلحة في بلدة عرسالة لبنانية على الحدود مع السوريا كما قتلت طفلة في الثامنة من عمرها بالرصاص في اجتباكات بمدينة شمالية وفقاً ما قالته مصادر أمنية محلية وكانت الاجتباكات قد اندلعت في مدينة عرسالة الحدودية بين سوريا ولبنان خلال يومين سقط على إثرها 16 جندياً على الأقل قتل عسكري أمريكي برتبة الجنرال في هجوم شنه مسلح على أكاديمية عسكرية بإدارة بريطانية قرب العاصمة الأفغانية كابول حسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون كما جرح آخرين يعتقد أن بعضهم أمريكيين وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ سنة 2001 ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء صابتهم بداء الكوليرا بمخيمات الفارين من عف جماعة بوكو حرام المتمردة بولاية بورنو الشمال نيجيريا التي تؤوي عشرة ألاف لج إلى 27 حالة حسب ما أكدته مصادر طبية محلية وقالت المصادر أن المئات يصيب خلال الأسبوع الماضية بهذا الداء نتيجة لنقص الأدوية والخدمات الصحية لموضوع آخر كشفت مصادر من فصيلة الأبحاث والتحر لمصالح الطارق الوطني لتلفزيون النهار أنها استمعت لأربعة عشر إطار بالمدرية العامة للجوية الجزائرية إلى غاية يوم أمسنا الاثنين وتحقيق متواصل حول قضية سقوط الطائرة وملفها التقني وملف إبرام السفقات بعد أن أسندت أو أسندت محكمة سيدي محمد رسميا التحقيق في القضية للجهة الأمنية المذكورة على أن توفيها بتقارير يومية في التحقيق كما تحقق أو تحقق فرقة الجرائم المالية المالية والاقتصادية مع طاقم الجعوبية الجزائرية المكلف بإبرامي السفقة مع سويفتار الإسبانية وإذن كانت السفقة التي أبرمت بين الشركتين لكراء هذه الطائرة موافقة نقول للمعايير المعمول بها وأضف نفس المصدر لتلفزيون النهار أن فصيلة الأبحاث والتحريق قامت باستدعاء ستة عائلات للضحايا من أجل القيام بالتحاليل الخاصة بالحمض النووي إلى موضوع آخر فخطر فيروس الحمى القلعية يزاد يوما بعد يوم خسة بعد ظهور أكثر من 17 بؤرة فتدابير الوقاية وحصر المرض لن تجد نفعا عندما يصمت الموالون ويتواطأ البياطرة والكارثة تكون إذا منتقلت عدوه إلى المواشي تقرير محمد شوقع لك دخلت الجزائر سباقا ضد الزمن من أجل وقف زحف داء الحمى القلعية بين أوساط الماشية بعد أن أصبح خطرا يهدد إنتاجية الحليب، تربية وتجارة المواشي حيث أكد الخبراء أن الأمر قد يخرج عن السيطرة في حالة ما إذا انتقل المرض إلى الأغنام هو مرض خطير جدا عند الحيوانات لأنه يؤدي خصائر كبيرة الخصائر تكون خصائر بعد موت الحيوان أو خصائر في نقص إنتاج الحليب وفي نقص إنتاج في اللحو تنجم تروح الليموتون وإذا رحت الليموتون أكثر البروبلم أكثر مع الليموتون حتى الليموتون تلقاهم بالزاف وتلقاهم لسقين مع بعضهم عدم تصريح الموالين بالماشية الموبوءة خشية تكبودهم خسائر طائلة سيوسع من بؤرة الوباء لذلك شددت وزارة الفلاحة على وجوب التبليغ عن المرض ليتم السيطرة عليه في أقرب وقت ممكن تفشي هذا المرض سيكون له إنعكاسات اقتصادية خطيرة على تربية الماشية وتدهور تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانة فهل سيضيف هذا الوباء عبءا جديدا على جيوب الجزائريين في وقت لا يفصلنا عن عيد الأضحى سوى شهرين إذن ندد انتشار وباء الحمى القلعية إلى ارتفاع محسوس في أسعار الحوم الحمراء وذلك بسبب ندرتها في الأسواق مما دفع بالمستهلكين للجوء إلى اللحوم البيضاء كبديلا البزيد في تقرير أحمد بوضعف غلق أسواق المواشف في 14 ولاية شرقية جراء انتشار الحمى القلعية أدى إلى ندرة اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها من عكس على القدرة الشرائية للمستهلك زيادة كبيرة عبر لبوشينتانا فيه زيادة هذا المسناح هناك اتحاد عمل التجار الحرفيين لننتابع هذه الأسعار هذه لقينا بأن أسعار طلعت نظرا للقرار هذا وباء الحمى القلعية وما صحبه من إجراءات بغلق الأسواق التي كانت تمثل مصدر التموين للكثير من القصبات أخلط حسابات أصحاب المذابع هذا الارتفاع دفع بالمستهلكين للجوء لحوم البيضاء كبديل لما تعرفه من وفرة في الأسواق واستقرار في الأسعار يبقى على المصالح المعنية لإصراع باتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء الذي يهدد الثروة الحيوانية في الجزائر بالعودة إلى زلزال العاصمة حيث تم إنشاء خلية أزمة متكونة من مهندسين معماريين لتقييم البنايات المتضررة لتفادي الكوارثة الطبيعية مستقبلا تقرير ناسم الوافي وكم الجفال لمعاينة وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنايات القديمة إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة تم تشكيل لجنة طوارئ تتكون من حوالي 300 مهندس معماري من أجل التدخل السريع ومعاينة وإحصاء المباني المتضررة هيئة المهندسين المماريين في خليةها لأزمة زلزال بولوغين هو تكوين فرق تقنية مختصة بالمعاينة الأضرار الحاصلة على البنايات تم تسخيل 300 مهندس معماري خبير اللي كانت يديهم خبرة سابقة وهذه الأساس أو معيار الاختيار الأول اللي شملت عموما خصوصا الولايات المجاورة والولايات الجزائر العاصمة كما يمكن للمواطنين الذين تضررت سكناتهم الاتصال المباشر مع الفرق التقنية المختصة في معاينة الأضرار ليتم بعدها التدخل الفوري والعاجل لتحديد الأشغال الاستعجالية من طرف هيئة المهندسين المعماريين الجزائريين فيه على مستوى الخلية الاتصالات المباشرة من المواطنين الذين تضررت البنايات انتحم وإحنا مباشرة عندنا الاتصال مع المجلس المحلي لولايات العاصمة كذلك الذي هو مصخر بعض الفرق حيث نعطيه العنوان والبناية بحيث يروح في أسرع وقت بما أن الجزائر منطقة زلزالية وقد تطلب الأمر تشكيل خالية أزمة لتفادي مشاكل مشابهة مستقبلا والخروج بأقل الأضرار رغم أنه كان بالإمكان تفعيد هذا الإجراء قبل سنوات خطورة تم يشهلها المواطنون بمحطات البنزين نتيجة تجاوزهم للإجراءات الأمنية الموضوعة من قبل أصحاب المحطات مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى نشوب حرائق مميتة التفاصيل مع ناسيم الوافي ولمياء بن عمارة كثيرا ما يقع أصحاب محطات توزيع الوقود في جدال مع الزبائن الذين يقصدون محطاتهم بسبب ما يسمونه بالتصرفات لمسؤولة الصادرة عن بعض أصحاب المركبات نظرا لعدم إدراكهم لخطورة أفعالهم وعدم احترامهم معايير السلامة الأسب الشديد يعني المواطن شغل يستهزى بتعليمات هذه ما يطبقهاش توقف هنا عند محطة البنزين يطلع كاب وتاعه ويخليه يطعمه بالتاعه وتمشي ما يحبسهاش يطلع باش يزيد الزيت ولا لا بقلاس ولا حاجة مما تسيته يتفهمه وتوضحه له بالله هذا ممكن هناك إمكانية تعوقه حادث شغل يستهزى هكذا ما يسمعش للبن بيس غيب الوعي والحملات التحسيسية والتصرف بعفوية هي الحجج التي لجأ إليها العديد من أصحاب المركبات لتبرير خرقهم للإرشادات والممنوعات على مستوى محطات التوزيع رغم لائحة الممنوعات المعلقة كبسة زر الهاتف أو سيجارة واحدة كفلة بأن تحول محطات البنزين إلى رماد وما جاورها بسبب لاوعي المواطنين وافتقارهم لروح المسؤولية سجلت خسائر غابية بخنشلا قدرت بأزداد من مائة هيكتار من أشجار الصنوبر والبلوط والأرز الأطلسي في ظل استمرار اتساع رقعة الحراق التي اندلعت عبر رقعة واسعة من غابات عين ميمون الجبلية الممتدة إلى أعالي جبال قايس وبحمامة وطنزة وغابات بغردائي منذ أزداد من ستة أيام والتي أجبرت عشرة العائلات على النزوح إلى وسط المدن بخنشلا وضواحيها إذن شبه ليلة البارحة في حوالي أو في حدود منتصف الليل حريقة بمصلحة الولادة لمستشفى الخروب بقسنطينها تسبب في حالة من الفوضى والرعب وسط المرضى دون خصائر بشرية ولا جروح باستثناء احتراق الأجهزة والأثاث الموجود في الجنة جيت نجري لقيت مش زارة برا اللي بيب يطيشوا برا ملو عيني نقال نار لعبة واحد ليد سعى طب الفراملة خرجوا برا هزين اللي وحيتحان كثير خير الشعب شتبعيني النار شعلا طبها هاربين الفراملة هاربين كاللي بومبيو الشعب ولي مالاد خرجين يطيشوا هنا في الارض كان يزون فوق البيبان كان يزون فوق البيبان حدث لي سرارة برا حقاش وغبات حائق هو كان نجم على شرارة كهربائية وكانت في المكس بتاع الفحوسات و هو تاع عندولار وصفون لزون دولار هذو يبدو هاد المشاكل دونك سات فرمي مقفولة مغلوقة وكانت لسات دو مالاد قدامهم وكانت لسات دخانه هديد لقد أتيت دوني لذا الحمد لله الليلة هاد ميلم لذلك دو سال وانت لدي سال وكانت تحتاج لنا خمسة أو ست أساته ونالتحان وفقد الى ارهابية طرقات حيث لقي صباح اليوم شخص حتفه حرقا جراء انفجار شحنة مقطورة بسهريج المزود كانت قادمة من ولاية خنشلة على مستوى الطريق الوطني رقم ثمانين رابط بين جلمة واسكيكدا وبالضبط بجسر واتسيبوس سبب الحادث يعود لانحراف الشاحنة المقطورة بخزان المزوت سعى 27 ألف لتر قبل أن تهوي أسفل الجسر وتنفجر مخلفة بذلك تفحم سائقها وإطلاف كلي للشاحنة وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الرئيسية لإخماد ألسنة لهب التي دامت حوالي ساعة فيما تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ جسد بمساشف الحكيم عقبي من جهتها فتحت مصالح ودرك تحقيقا في أسباب هذا الحادث إن لله وإن إليه رجعون ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى حالم الرياضة حيث أفاز متعامل الهاتف النقال العمومية موبيليز بالمنقصة التي أحلنت عنها فيدرالية كرة القدم لتمويل هذه الأخيرة إلى غاية 2018 وبذلك تعوذ موبيليز شركة أوردو رسميا في رعاية الفريق الوطني وتقضي شروط المناقصة بأن يتحصل موبيليز على رعاية الخضر وحصرية كل اللعبين إلى موضوعنا خاركد رئيس نقابة ناشرية الكتب التي قامت بمبادرة تحت شعار كتاب في وجه العدو أن نقابته وجهت الدعوة لكل فئات المجتمع الجزائري للمساهمة في هذه المبادرة التي تهدف من خلالها النقابة إرسال أكثر من مليون كتاب لإخواننا في غزة لأن للمثقف دور كبير في محاربة العدو أغسى التفاصيل مع زهدى ثابت نقابة الناشرين الجزائريين فكرنا وقررنا في نفس الوقت اجتماع طارع كان قلنا كيفاش نسهمه مع أبنائنا في غزة جمع الكتب من عند كل الناشرين أو المكتبيين أو المهنيين حتى افتحنا لكل المواطنين كل المواطنين يحب يجيب كتاب رح يكون ان شاء الله يوصل الغزة وباش نبني جيدار بالكتاب كتب ثقافة عامة علمية قصص الأطفال مجلات جامعية حتى الجامعات رح يسهموا معنا انا افتحنا النقابة افتحنا المؤسسات الخاصة والحكومية وفي ذات السياق كدى محادثنا ان المجال مفتوح طيلة شهر عود للتبرعية بأي نوع من الكتب خاصة بعدما لبت اكثر من خمس وثلاثين دار نشر دعوة او عفونا الدعوة من الوهلة الاولى المهم احنا هنا قابة ان شاء الله رح تكون هذه المبادرة وباش نجمع اكبر كمية وراح تروح في ايطار قانوني عن طريق الهيلة الاحمر احنا من الاجل التاح نوسعه نقولنا عشر او خمسة عشر يوم لكن نقدر نديره شهر عود الكميات رح يوميا تزداد الان اكثر من خمسة وثلاثين دار نشر اللي رح ترسل في الكتب انتاحها وشعارنا في هذه الحملة هو كتاب في وجه العدو هذا وتحدث مدير الديوان الوطني للثقافة والاعلام لتليفزيون النهار على اسباب غياب الفنان الفلسطيني محمد عساف عن المشاركة في ميراجان تيمقاد الدولي بعدما كان مبرمجا في الصهر الثامنة مؤكدا حضوره في ميراجان جميلة العربي التفاصيل مع زهدى ثابت التنقاص عائلة سيد الشاب فنان عساف الفلسطيني ففي الاول اعتذر ولما تيمقاد قرر الى غزة عاود اطلب انه يكون موجود البارح جاءت رسالة من الشركة اللي يتعامل معها يقول بان السيب منهار يعني فيه عدد لباس به من عائلته ومثل العائلات الاخرى تقاصت ولك مش قادر يوقف على المسرح طبعا احنا عوضنا فيه اخوان فلسطينيين من رمالنا وصلوا البارح واليوم راموا موجودين في باتنا راح يشاركوا هو بالنسبة للمطرب طلبنا منه حسب الظروف اللي تسمح له انه يكون موجود معنا في مهرجان جميل العربي ومن جهة اخرى كشف بن تركي حصريا للنهار ان مهرجان جميل العربي الذي سينطلق في الرابع عشر من هذا الشهر بمشاركة نجوم الاغنية والادب العربي نجميل سيكون بدوره وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني حيث ستذهب مدخيل المهرجان الى اخواننا في غزة مهرجان جميل العربي الذي سيكون كذلك وقفة تضامنية عربية مع المثقفين والفنانين الجزائريين وكل اخواننا العرب يكون وقفة في مستوى الحدث والتضامن مهرجان يوم 14 ويختتم يوم 23 ماذا الأسماء المشاركة؟ نحاول فيه أسماء عربية كبيرة راح تشارك كين أسماء راح تكون على المسرح وأسماء راح تكون تحضورها يعني أسماء فنية وأسماء ثقافية وأسماء أدبية وممكن حتى إعلاميين عرب شهد صباح اليوم من المسمكة يقبلا كبيرا للمواطنين الراغبين في تجوبة الركوب على عبارة الكابتن مورغان للنقل البحري المسافرون تأسف لسوء التنظيم الذين ميز الأيام الأولى آملينا أن تصحح الأخطاء مستقبلا أحمد محمود إقبال منقطع النظير ذلك الذي شهده ميناء المسمكة بالعاصمة مواطنون من مختلف الفئات العمرية جاءوا متحمسين للظفر بتذكرة الركوب على متن السفينة العبارة هروبا من زحمة السير وخوض هذه التجربة أتوفد الكبير للمواطنين أخلط أوراق المنظمين ما جعل الفوضى سيدة الموقف لحظة الركوب هروب تليفزيون فالبوستي يتجربون كل دميارة وفي حالة المنظمين يتجربون وفي حالة المنظمين حتى 16-30 حالة مليحة لكن يتجربون من المنظمين نحن عجبنا وشامديرين لأن النظام لم يكن وكما يقولون وين يقعدون يصغر الشمس عليهم بزاف حوائج مخصوصين هذا يوم لا تنسى محوه لماذا هذا يومين والله نهار الناس حب أن تشوف الباب وربراك في وقت العمل القائمون على تنظيم هذه الرحالات حملوا المواطنين جزءا من المسؤولية في خروج الأمور عن السيطرة طالبين منهم التعقل لمصلحتهم والحفاظ على سلامتهم اليوم الأول لسفينة الكابتن مورغان ميزه ضغط كبير على أمل أن تصحح الأخطاء ليتمكن الجزائريون من التنقل عبرها في أريحية تامة والتمتع بزرقة البحر والمناظر الخلابة للجزائر البيضة وإلى هنا مشاهدين أنا أصل وإياكم إلى أختم حصادي الليلة إليكم تذكير وإلى هناك ترجمة نانسي قنقر